أهلاً وسهلاً بكم في هذه القناة إذن مع هذا الخبر اللي كيتعلق طبعاً ببلان دي تشوكي اللي هو مخطط استعجالي لوزارة العدل هنا مهات الصفحة اللي هي طبعاً تابعة لصفحة رسمية تابعة للحكومة الإسبانية فكيت حتى على أن وزارة العدل فقد بدأت ببلان دي تشوكي الثاني واحد يعني كالأول هذا هو الثاني وذلك للدفع بحل الملفات الجنسية العالقة في أربقات هاد الوزارة واللي هي وزارة العدل فهناك يتكلم يعني على المديرية ديال ناشيوناليداد أو سوب ديركتون يسمها السوب ديركتون خينرال دي ناشيوناليداد اللي هي طبعاً تابعة لديركتون خينرال ديستيقوري الخوري ديكا واللي هي طبعاً اللي نفدها الملفات هادو فأعلنت على أنه غدي يكون هناك مديداس يعني تاخدو إجراءات وهذه إجراءات هادية غدي تكون في فحد المنحة فحد التوجه للتخفيف من طبعاً الأطاسكو طبعاً اللي هو طبعاً اللي كان عرفوه على أنه حلاً قولوا واقفة يعني هادوك الملفات واقفين ما بغوا شي يتسربوا قواقفين قوا حاصلين فيهم لأنه كما كتعرفوا قلة الموظفين قلة الموارد واللي هنا يكيد حتى على أنه في العشر سنين الأخيرة هناك تقريباً كمعدل كمعدل حوالي تسعين ألف ملف كل سنة وهذا كيجعل أنه كيبقع تاراكم بسبب عدم وجود العدد كافي من الموظفين ومن الموارد المالية والآن كيتحتو على حوالي 299.724 ملف دي الناص هنا إذن حوالي 300.000 قولوا 300.000 اللي هما مستوكيين هما عاملين مشاكيل فهذه الوزارة بزب الناس كيستنعوا 4 سنين 3 سنين كالليقاع عنده 5 سنين فهدي بشرة خير بالنسبة لهذه الناس وأنه يكون هناك بلاندو تشوكي هنا بزب الناس هاي يقول لنا هاد بلاندو تشوكي شنو هانتوقع منه واش غادي كون يعني ضغياء غا نشوفو حلول فهاد بلاندو تشوكي كما تعود نفس في السنوات السابقة فكعت الاتمار ديالو طبعا بعد واحد الشهور يعني مشي الان مشي ابتداء من الان كالليه يكون عنده الحض وغادي بداي يشوف الميلب ديالو تحل ولكن ما تنسوش ان هاد الميلب فتادو فما غاي بدو يخدمو فيهم قصد ضروري يطلبونو ما يسمى بطبعا هادوك هادوك يعني التقارير الامنية والاستخباراتية انتم ما كتعارفو كين تقارير الامن الاسباني بوليسيا ناثيونا كين تقارير ديال استخبارات ديال الثاني اللي كتعارفو المركز ديال استخبارات الاسبانية وكي قرأي ديالو لانها تشي متعلق بالارهاب والناس ما يكونوا يعني لا يحصل على جنسية ما خصو يكون عندهم تشي علاقة طبعا اساسا بالمساعد ديال الارهاب او بالجرائم العادية طبعا كين الناس اللي كيكون منساك بين الجرائم وكيكون السجل ديالو من العادل غير ناضيف هنا كيتحتو على وحد المساعدة ان في هاد البلان دي توقيع الاخوان شحال هدي كانوا كيتوجهوا على انهم يعني كيكون هناك واحد كتخرجوا حل بارتي ذات فلوس اللي هنا كيتحتو على وحد المليون وتمينمية وخمسة وستين الف وتمينية وسبعين ديال اورو اللي يحاولوا حد جود المليار ديالنا بالسنتيم هادي غادي تمشي ولكن يعني غادي تمشي اللي ارفع عدد ديال اه الموظفين يعني ما تمشيش للناس ديال برا الشركة ما يجيبوش شركة من برا اللي غادي يعاونوا مش حال ديك انو كيجيبوش شركة من برا اللي غادي تقوم بواحد العامل اه ولكن من برا كيستيبط لهم هاداك الملفات كيوجدوهم ولكن في الاخ اولا ما اخيرا يبقى القارة الاخر لموظف يعني غادي اخيرا يوصل واجد بالتقارير دياله وكل شي دياله نلقي الموظف ما علي الا ان ينظر يشوف يشوف هاداك هاداك المينف واذا شاف انه فيه جميع العناصر وكيتاخد القارار هنا تاخدوا القارار على انه غادي ايه توجو انهم ايه على انهم يزيدوا العدد ديال الموظفين وغادي يزيدوا من العدد الموظفين اخوان ما ما قالوش حال ولكن غادي يزادوا هاداك هاداك الموظفين وطبعا الموظفين ما يخدموا شعج استوعي ديالهم غادي يخدموا حتى في ديور ديالهم وخارج اوقات العمل طبعا مع الاستحقاقات المالية غادي ياخدوها هذا هو المخطط التعجيل الجديد نحن نقول لكم بل اسبانيا سيوب تا بورلا و بسيون در فورثو انترنو وما تخذوا القرار على انهم التعزيزات غدي عملوها بصفات داخلية داخل الوزارة لان هذه هي ارخص حاجة وهي ماشي غالية نضيجة وما عندهم موظفين هاي يجبون موظفين ادعطوهم واحد الكورسو الموظفين غدي يجبونهم قطاعات اخرى ممكن ايوه غادي يوظفون ناس اخرين لا اعلم يعني بالضبط ولكن غادي يزيدوا بلانتية غادي يزيدوا الناس الموظفين لما يعني يعني كيعالجوا هال الملفات اذا هذا هو كان الخبر هدي صفحة رسمية الاخوان يعني ماشي ماشي جريدة ولكن كما كتلاحظو هنا اذا كبرتكم الصورة فانا يقول لكم ان اسبانيا رئاسة الحكومة هذا يعني استفحة دير رئاسة الحكومة لا من قلوة اه تسعود مارس 2021 اذا كان هذا هو الخبر اه نتمنى على انه يعني يتحلوا هذه الملفات ولكن كنزي نأكدكم على الاخوان من نسبة الاخوان اه دائما هنا سؤال الذي يطرح واشا نعمل دعوة ولا ما نعملش دعوة اقول لكم هالاخوان هذا راجع للكم لان اللي عنده الوقت يقدر يتسنى اللي هو مزروب يعني يبغى يعمل واحد حاجة زيدة يضمان راسه يقدر يعمل الدعوة كيبقى هاد الشيء راجع للكم هالاخوان وراجع لكل ملف لانه كل ملف عنده الظروف دياله وكل واحد عنده الظروف دياله سواء المالية سواء كيفش كيشوفوا الامر ولكن عليكم ليحال بزيب الناس اللي ما عندنوا طبعا القدرة المالية انهم يعملوا هاد الدعوة هادي اللي هي انا اكيد على انها كتخدم بزيب الناس را كتخدم لهم ولكن كتكلف مادية هنا بشرة لهاد الناس اللي ما عندنوا في القدرة المالية ان هناك واحد مخططة تتعجالي لا يخدم خسنا دابر الفوق نشوفوا هاد الشيء كيفش غدي يؤتي الثمار دياله كيفاش غاني نشوفوا النتائج واش بسرعة واش اه 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 احد بحاد الصورة اللي هي ما شو هي كتزاد متزايدة ولا كيفاش اذا كان هذا هو الخبر اه كان شكرون الناس اللي كي يسألو ولي كيقول لك يعني شايفين مشيتي على كل حال كيبقى كل واحد عنده شوية ظروف شخصية اه لانه ماشي سهل على انك تخصص واحد الوقت باش انك تعمل هاد الفيديوهات انك اه يعني يخصي يكون عندك واحد الوقت زايد باش تقوم هاد العمل هادا اللي هو في الاول اخيرا ما كانش متوفر لها ولكن على كل حال عندما يكون هناك خبر مهم في المسألة اللي الجنسية فكنقوم اه طبعا بيه بوضعه في القناة اه اذا كشكر جميل اخوان اخوات اللي كيتواصلوا معنا واذا اه الى اللقاء في خبر اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا